من ناحية أخرى أجرى موفد التلفزيون المصري كريم بيبرس لقاء خاصا مع أوفايس سارماد نائب الرئيس التنفيذي لسكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية الأطراف للتغيرات المناخية نتابع تابعتنا مستمرة لكاب 27 واليوم الخاص بالتمويل وتمويل الابتكارات بشكل عام ولكن التطويل الفعلي والتطبيق الفعلي هو الأهم وخصوصا فكرة المئة مليار دولار معي الآن ضيفي ميستر أوفايس سارماد وهو ديبيتي إكزاكتف سكرتري يونف سي سي نائب الرئيس التنفيذي بيونف سي سي هنرحبين نتعرف على آخر التعامل مع فكرة التمويلات على أرض الواقع ميستر أوفايس سيد أوفايس شكرا لانضمامك معنا على التقناة الأولى نتحدث اليوم عن موضوع التمويل كيف تعتقد أن هذا عملية خطط التمويلية التي تم الاتفاق عليها هي موجودة على أرض الواقع فعليا سؤال مهم جدا وأولا أريد أشكرك لأن هذا مؤتمر كوب 27 مهم جدا يركز عن تغير المناخ هو التمويل جزء مهم من هذا خاصة من الدول النامية تحتاج إلى هذا التمويل ليست فقط التمويل ولكن أيضا بين القدرات والمهارات وتدريب المهني لحتى يتمكنهم التكيف وموجبها تغيرات المناخية وبناء هذا يحتاج إلى التمويل لابد من وضع الأموال متاحة للجميع وهذه نقطة مهمة جدا لأننا هنا في الأطراف من حول العالم نقشون كيف لنا أن ننفذ هذا الأمر على أرض الواقع بشكل جيد ولهذا نحن هنا في الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية أن نركز على هذه المناقشات وأن نأتي بالأرض القادة جميعا هنا لاتخاذ قرار محدد شكرا جزيلا لك سيد رائعي بالرئيس تنفيذي للاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية شكرا جزيلا لك